طيب هنروح لآخر بطولة عالمية مصر نظامتها وهي الخماسي الحديث فيه للشباب والشبات مصر حصدت الذهبيتين للبطولة منتخب منتخب من الوطني الخماسي الحديث حقق المدالية الزهبية في منافسات الفرق للشباب والشبات ببطولة العالم تحت 19 سنة اللي بتتلاعب على ملاعب الأكاديمية العربية اللي هم التكنولوجيا في اسكندرية في الفترة من 13 لحد 20 سبتمبر اللي احنا فيه منتخب الشباب والمكون من مازن طرق ومعطاء الزوال كان حقق المركز الأول مدالية الزهبية بدأ محقق مجموع نقاط 1212 وجي منتخب بلا روسيا في المركز الثاني برصيد 1228 أربع نقاط يعني يوضح لك قد المنافسة كاتشارسة وجي منتخب روسيا في المركز الثالث بنفس الرصيد ولو رحنا من نفسات الشبات هتلاقي منتخبنا برضو حقق الذهب والمكون من الثناء أميرة أنديل وملك خالد بعد ما جمع مجموع نقاط 1114 نقطة وجي منتخب روسيا في المركز الثاني 1112 فرق نقطتين لما تقسم اتنين على ألف يعني اتنين من الألف فرق اتنين من الألف فرق أكتر لأن احنا بنقسم على ألف ومية مش ألف بس يعني اتنين من ألف في المية الفرق بين فرق الرجال ما بين الأول والتاني شفت المنافسة كتعمل إيه سواء بلا روسيا أو روسيا وجي في المجر في المركز الثالث بالنسبة للشبات برصيد 171 نقطة البطولة بيشارك فيها 271 لعب ولعبة و146 لعب و125 لعبة من 27 دولة هو ده اللي بقوله لكم أن مصر قسرت حاجز الخوف في تنظيم البطولات وفتحت الباب لكل العالم اللي عايز يبتدي يرجع يرجع كان أولنا لو تفتكروا بطولة العالم لكرة اليد اللي مصر نجحت بامتياز في تحدي قدام العالم كله أنها تنظم هذه البطولة زيروا إصابات تنظيم هايل كل شيء كان هايل كانت حاجة يعني أبهرت العالم كله وكان تبعها المنظمين على أولمبياد توكيو وكانت بصراحة يعني زي ما يقولوا نقطة البداية لأولمبياد توكيو كانت من مصر 27 دولة يعني كتير جداً أقول لكم مجموعة منها أستراليا بللروشيا البرازيبو الغاليا فرنسا جورجي ألمانيا جواتيمالا إيطاليا جزاخستان يعني فرق كتيرة جداً 27 دولة بيشاركوا 271 لعب ده غير الأجهزة الفنية بتاعتهم ألف مليون مبروك عايزة أقول الاتحاد الخماسي من الاتحادات اللي حققت إنجازات كبيرة منها فضيت طبعاً أولمبياد توكيو واللي عدتنا في الجدول بشكل كبير لقدام واللي خلت مصر في وضع يعني معقول هي مدلية الخماس الحديث وبالمنظر اللي احنا شايفينه ده لا فيه استمرارية يعني بعد سنتين اللعيبة اللي تحت 19 دولة بي عندهم 21 سنة هيكونوا هم في أولمبياد باريس 24 يعني الدنيا ماشية كويس وفيه تخطيط